بونجورا توس جسبر كوفزالي بيان يبينو دون سات نوفال فيديو ونوزالو تخبايا النقزان دان كونترول كونتوني في هاد الفيديو هاد ان شاء الله غادي نخدمو ناموداج ديال فرض محروس بالنسبة التنمية ديال الاولى ايدالي. دونق قبل ما نجاوب عال اسئلة ديال ديال كومبريمسيون حاول نقرأ التكس وحد جوشت المرات عادنا نجاوب عال اسئلة ديال كومبريمسيون. دونق بروميار كيستيان سوال اول كومبليت اتميم لطابلو جدول سويفان تالي دونق اول حاجة عندك لطيتر ديال تكس يعني لعنوان ديالنص لعنوان ديالنص فين كالقا ساهل كنشي فوق من تكست وكالقا لعنوان ديالي اللي هو هاد لميشان طاقر لميشان طاقر او كان جينايا او كان كسبا هذا هو العنوان. دوزيان عندي لوتور لوتور كتعني الكاتب فان كنلقى لوتور كنلقى فيها المطر يعني هات المصدر هذا كنلقى فيها الانفورماشون كنلقى اول حاجة من كتبها اللي غيجة من وراها هذا هو الاسم الكاتب اللي هو هادا كنلقى جون بول كنلقى 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 اللا دات اللا دات اللا دات هو التاريخ اللا دات 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 الثالثيام كيف هو الشخصية الرئيسية في النص في التكس لدينا شخصية واحدة التي هي لغر نحن نستطيع الغير على لغر في ذلك التكس لذلك نأتي هنا ونكتبه الثالثيام كثيرا ريبان بالفرية أو فو جاوب بصحيح أو خطأ لغر اي جانتي جاوب هو فو لماذا فو؟ لمشينا لعنوان كالقا الميشان الميشان هي ضد ديال جانتي يعني لغر ميشان ميشي جانتي بي لغر مانج يأكل يأكل يعني كي يأكل أي واحد كي دوز محدد الباب ديال وفو لأننا في التكس اللينا سلوي لي ريضوز لي ريضوز قدام باب ديالي ديالي واش في البديل أو ميليو أو في الوسط أو لأ في الاخر ديالي يعني التكس هنا يبدأ بإلي تتين فوا يعني التكس بدأ بإلي تتين فوا راه يساجي ديبو ديقان يعني راه بداية ديال ديالي كونت ميشي لوس ديالي للاخر ديالي دونك الجواب هو أو ديبو وكن جينايه وكن دوور أو على أو ديبو دونك لا كيستيون ست كوش يعني ضع علامة إكس كوش لابون ريپونس أمام الجواب صحيح عندي لو بورتري ديالي واش valorيزون ولا ديالوريزون يعني واش لو بورتري دياللوغ اللي عندي في التكس واش وزوين ولا ديالوريزون دونك هنا يا جواب هو ديالوريزون علاج ديالوريزون حيتيش احنا غادي نجاوبو على الجوستيفكاسيون في السؤال المنورة دونك هنا كنجيب كنودع علامة جوستيفطة ريپونس باغ دوز اجيكتف دون التكس هنا يا طلبو مننا ننعلو الجواب ديالنا بدوز اجيكتف احنا خرجنا ربعة ربعة ديالي زادجيكتف دونك پرمير اجيكتف كتعني ميشان قابيح سال متاسيخ ديگوطان مامقود اي دونجورو دونك هدو ما لزادجيكتف فنغلقاهم في التكس دونك نجيهنا دونك هدو ما لزادجيكتف 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 پرساني ميشان يقولشان دونك هدو ما لزادجيكتو هدو ما لزادجيكتوف كنا لزادجيكتف دونك هدو ما لزادجيكتف deuxième question سراف لزادجيكنا الملك من الملك هدو ما لزادجيكتف هدو ما لزادجيكتف سيد بالتأكيد هدو ما لزادجيكتف كلها الله tower كثاليax نصرف معيش مع إل في الباسيسام الباسيسام الترميزون هما هادو A I A S A أم آت R R هادو ما الترميزون دي الباسيسام باش نصرف على البرب دي برميزون في الباسيسام كنزوغلو أهو كنحيد الترميزون هنا عندي إل إل ترميزون هي هادي وكان يدي وكان كتب أديين وندي إل كيتا نوو ظcić بارتر هو هو البرب دي ثوازيام غ overarching ولكن يوعدو لا يعرف BILL إنتظر للمشيء الثاني تهنا نجد قرم للمشيء الثاني القرم للمشيء الثاني إس إتي إيم إيت إير نحن نعلي لقد نعلم للمشيء الـ إر وقد نقول تهنا نسايا إم troisième question complète par l'indicateur de temps qui convient يعني deux indicateurs de temps رنجي inaya ou غدين classihon donc هنا loulou sauva هنا pas si simple donc هنا pas si simple يعني l'indicateur qui est un matin هذا qui un pas si simple هنا un personnage وعندي qui وعندي verbe à l'imparfait وعندي information يعني هنا on va marcher avec la structure les formules du début dans ce qui est dans le jadwal donc ici il y avait autrefois c'est le indicateur convenable conjugal à l'imparfait conjugal parfait ce verbe qui est ici va s'en rafoum à l'imparfait ici l'augre qui plaçait le pronom il il يعني il on va dire l'augre avoir avec il on dit l'augre avait donc rappel sur la conjugaison de l'auxiliaire avant on dit j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez il aviez qu'arretou à l'auxiliaire dans le dors donc ici nous et nous 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 vous l'auxiliaire avec nous dans le rappel on dit j'étais tu il nous vous 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 bien bien ici j'ai class j'ai c'est les adjectifs suivants au tableau j'ai mission j'ai gentil désagréable l'axe d'elle agréable agréable c'est d'exagréable l'axe d'elle donc où sont les adjectifs valorisants j'ai l'adjectif valorisants j'ai gentil adjectif valorisants et l'adjectif devalorisants j'ai mission mission et désagréable donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo j'espère que vous avez compris ce contrôle je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo avec un autre exemple à bientôt